اليوم معنا تجربة ألعب جديد على الجهاز أيضاً جديد من شركة ريلمي هنا طبعاً أتحدث عن ريلمي C35 جهاز يعني جديد بالفلق صادية وكل عدد سوف نقوم بتجربة بوب جي على الجهاز سوف نرى إدادات الغرافيك عدد الإطارات سوف أقوم باللعب لمدة ساعتين على الجهاز ودي مدة كافية لكن نرى طبعاً كيف سوف يكون الأداء أن هناك أي تقطيعات أي ضرب الفيلمات عند اللعب لمدة طويلة على C35 وأيضاً سوف نرى كيف سوف تكون الحرارة عند اللعب لمدة طويلة وطبعاً كما تطلبون مني دائماً سوف نقوم أيضاً بتجربة الجيروسكوب وسوف نرى هل هناك أي تأخير بالجيروسكوب يعني هذا الفيديو سوف يكون تجربة كاملة لبوب جي على الجهاز ريلمي C35 لكن قبل أن نبدأ فتنسى اللايك اشترك بالقناة إذا متى كم مشترك وقوم بتفعيل خاصية الجرس ليسر كإشعار على كل فيديو قوم بتنزله فقبل أن نقوم بتجربة بوب جي دعونا أولاً أن نتعرف على بعض المنصفات C35 يعني بشكل سريع أول شي يجب أن تركز علي إذا كنت متان بالألعاب وهي نقطة الأداء والبروستر هنا لديك معالج اليونيسوك T616 معالج بديقة 12 نانومتر ودي سرعة لا يعتبر إطلاقاً أفضل معالج عني سوف تشيده بذل الفئة السريع إذا كنا معالج عني مقبول وشهيد بنسبة لداء السعر وهدي قدم لي سرعة يعني أداء ممتاز بالتنقل بين التطبيقات فيسبوك إنستغرام يوتيوب وكل ذا أشياء مع تجربة الصفتوير السريع الموجودة لديك فصارتها لديك أداء ممتاز بالتنقل بين التطبيقات وبعد قليل سوف نرى طبعاً كيف سيكون أداء أداء المعالج بالألعاب إذا كنا أيضاً بطارية 5000 أمبير بطارية قدمت لي صارتها أداء يعني جداً قوي وردي يكون أيضاً دعم الشان السريع بقدرة 18 واط من أمام أيضاً كما تشاهدون فرديك هنا شاشة يعني كبيرة نوعاً ما 6.36 إنش ودهما سوف يعطيك مساحة فضل أثناء اللعب وكذلك مساحة فضل لتوزيع الأصدر وحتى لمشاهدة أي فيديوهات أو أي محتوى على الشاشة السي 35 أماماً لديك هنا شاشة يعني IPS شاشة Full HD Plus شاشة سيتونيرت عادي جداً فرديك هنا شاشة عادية جداً بنسبة لدفع السارية ليجد بيع أي شيء مميز من الخلف أيضاً كما تشاهدون فرديك هنا يعني سارة كاميرات كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل فهي يعني هذه كانت يعني مواصفات الجهاز بشكل سريع دعونا الآن نقوم بالدخول إلى لعبة بوبشي ونرى كيف سوف تكون شريبة الأداء كما ترون الجهاز سوف يقدم لك إعدادات سمود وكذلك هاي يعني إعدادات يعني مقبولة بنسبة للسار وسوف يقدم لك أيضاً أعلى إعدادات وهي طبعاً HD وكذلك هاي هذه هي أعلى إعدادات يدعمها معالج السي 35 لكن طبعاً سوف نقوم بلعب على أقل إعدادات سمود وكذلك هاي نحصل على أفضل شريبة وأفضل عدد إطارات من المعالج الخاص بهذا الجهاز ساعة الأول ما بدأت بلعب على الجهاز يعني أحسست أنه يعني السرسة فعلاً جداً قليلة وعدد الإطارة يعني قليل تخيل معي أنه على أقل إعدادات بالجرافيك الجهاز سوف يقدم لك تقريباً 25 فريم هناك أيضاً يعني تقطيعات باللعبة يعني من الحين إلى آخر سوف تولع بعض التقطيعات وهذا صارتاً غير مقبول إطلاقاً يعني بنسبة للجهاز بهذا الفئة السعرية الجهاز يعني تقريباً سعره 200 دولار هناك أيضاً نسخة 6 جيجا بايت رامس سعره فوق المائتين دولار لكن هناك يعني أجهزة بسعر أقل وسوف تقدم لك يعني 40 فريم عاد جداً وتشربة أفضل بكثير من السي 35 فا ساعة تشربت الأداء بلعبات بوب جي خصوصاً لم تكن أفضل شاي لديك ونان سلسة جداً قليلة أثناء اللعب هذا لا يعني أنا أداء الجهاز يعني سيء للدرجة لكن يعني أداءه يعني مزال مقبول لكن مقارنة بالأجهزة الموجودة بذلك السعر فسرعة لا أداءه سرعة ليسها وفضل شاي أما بنسبة للحرارة فحتى عند اللعب لمدة طويلة سرعة لم أجد أي مشاكل بالحرارة الخاصة بالجهاز لديك ونا حرارة عادية جداً فدعونا الآن نقوم بتاليات الجرافيك إلى غير أعلى شيء ونرى طبعاً كيف سوف يكون الأداء سوف نقوم بوضع HD وكذلك كما ترون فكم تشاهدون لديك وناس ساعة الجرافيك اخسلة في 180 درجة أصبحت لديك جهودة اللعبة والكواليتي أصبحت أفضل بكثير أصبحت لديك الآن ضلال بيئة لعبة كما تشاهدون لكن سوف تضحي بشيء جداً مهم مقابل طبعاً الكواليتي وهو طبعاً عدد الإطارات الآن سوف تكون لديك تقريباً 15-20 فريم يعني بيئة الكثير فطبعاً سوف تكون اللعبة تقريباً أصلاً غير قابلة لإستخدام أيضاً أول ما قمت يعني بتاليات الغرافيك إلى غير HD فلاحظت أن الحررة صارتاً يعني بدأت أحيس يعني بحررة بسيطة بإدار الجهاز فعندما سوف تقوم بتاليات الغرافيك فسوف تكون لديك هنا حررة لكنها مازلت أيضاً حررة عادية جداً لإستخدام الحررة يسوف تشجعلك لتقوم يعني بإمساك الجهاز لكن طبعاً تشربت اللعبة على أعلى إدادات بالغرافيك فطبعاً لديك هنا تقطيعات كثيرة بالسوفتوير فإلعاب دائماً على أقل إدادات بالغرافيك أما بالنسبة لي أداء الجيروسكوب فأداءه كان يعني جيد لكن هناك تأخير يعني جداً بسيط بسجابات الجيروسكوب فأيضاً أداء الجيروسكوب سرعة لم يكن أفضل شيء لأن هناك أجهزة جربتها بنفس هذا السعر وقدمت لي ساعة أداء أفضل بكثير بدون أي تأخير بأرجيروسكوب فخلاصة ساعة جهاز S35 جهاز يعني غير مواجهة إطلاقاً لها الألعاب إذا كنت لجهاز الألعاب فهناك خيارات كثيرة موجودة بسيط أقل سوف تقدم لك أداء ساعة أفضل وكذلك عدد إطارات أفضل وإدادات أفضل بالألعاب وبالتحديد بلعبة بوب جي الجهاز هنا فقط موجهة لإستخدام اليومي فيسبوك وإنستجرام كل هذه الأشياء بعد أن نقطة سوف يقدم لك أداء ممتاز لكن ساعة كألعاب فأداء الجهاز ساعة لم يجبني إطلاقاً يعني أنا مثلاً إذا كنت مكانك وكنت مهتم بالألعاب فسرعة لن أفكر إطلاقاً بجهاز سي 35 طبعاً سعر الجهاز إذا كنت تسأل النسخة التي لدي نسخة الأربعة جيجا بايترام ومسال داخلية 128 فالسعر هو تقريباً مائتين وعشرة دولار إذاك أيضاً النسخة الأقل نسخة الأربعة 64 سعرها مائة وخمسة وتسعون دولار مائتين دولار تقريباً أما بالنسبة لأهل النسخة ودي سرعة لا أنصحك بها السعر يعني مبالغ به سعرها مائتين وعشون دولار نسخة الستة مائة وثمان وعشرون فعموماً هذا كان رأييي بتجربة طبعاً الألعاب الخاصة بسي 35 وزراتون طبعاً شاركني الآن أن تراك بها تاريقات ما رأيك بأداء ذلك الجهاز والفعلاً أن تراه أنه جهاز يعني منافس بالنسبة لسعره فشاركوني كل عارضكم وفكركم بها تاريقات وكالعادة تنسى الدعم الفيديو بزرع اللايك اشترك بالقناة إذا أمتكم مشترك فإن خاصية الجرس يسرك إشعار على كل فيديو قوم بتنساهله ورقم في فيديو قادم السلام